اكثر من اربعين قتيلا وحوالي ستين جريحا هي حصيلة القتلى والجرح من قوات النظام والميليشيات الايرانية وذلك جراء الانفجارات والحرائق الضخمة التي اندلعت في جبل البحوث سبعة واربعون جنوب مدينة حما واحد المستودعات الايرانية بمحيط مدينة سلحب في ريف المدينة الغربي جبل البحوث العلمية سبعة واربعون او ما يعرف بجبل معرين يبعد عن مركز مدينة حما عشرة كيلو مترات ويعتبر قاعدة عسكرية ايرانية تضم ميليشيات افغانية وباكستانية ولبنانية وعراقية اضافة لتواجد ضباط من الحرس الثوري الايراني ويتواجد فيه قطعة عسكرية ومعسكر تدريب ومستودع للذخرة الصواريخ التي تطايرت جراء استهداف هذه المستودعات سقطت في ضحية ابي الفدا في مدينة حما وفي قرية بسرين البعيدة عن اللواء قرابة سبعة كيلو مترات كما استمرت الانفجارات وتطاير الدخائر لاكثر من ساعة ونصف في حين امتد الحريق للجهة الشمالية من الجبل من الجهة المحاذية لبلدة معرين مما ادى لحركة نزوح في المنطقة واوضحت المصادر ان من بين الجرح القيادي ومسؤول المركز الايراني حيان طلال محمد ناتجة سقوط صواريخ عدة على المركز الايراني الواقع بين مدينة سلحب وقرية نهر البارد في ريف حما الغربي اسرائيل التي سعت الى تجنب التورط مباشرة في الحرب السورية لم تنفي ولم تؤكد غاراتها واستهدافاتها السابقة ولكنها صرحت باكثر من مناسبة بانها لن تسمح لايران بايصال اسلحة متطورة الى حزب الله اللبناني وتنفيذ طهران لمخططاتها والتي تهدد امن اسرائيل يذكر انه منذ بدء النزاع في سوريا في العام 2011 قصفت اسرائيل مرارا اهدافا عسكرية للنظام السوري واخرى لحزب الله في سوريا واستهدفت مرات عدة مواقع قريبة من مطار دمشق الدولي فضلا عن استهدافها لقاعدة التيفور التي تتخذ منها ايران قاعدة عسكرية لها ترجمة نانسي قنقر